اشتركوا في القناة بس على الأقل أنت بتعيش حياة واحدة لو عشتها بتتبع كتاب غلط بالمصري عندنا يقول أنت رحت في دهيا أنت رحت في دهيا أنت ضاعت حياتك إلى الأبد علشان كده محتاجة تحط إيمانك في الميزان وكتابك أيضا في الميزان من فضلك هات كتابك حطه على السبع نقط اللي أنا حطيتهم الآن مع الأسيس نزار وافحص وشوف هل كتابك يحتوي على أي حاجة من هذه الصفات وأنا بشجعك راجع نفسك مش دايما الواحد بيكون صح ولا سيامة في الأمور الموروسة لكن محتاج أنك تراجع نفسك الله يريد أن يتحدث إليك والله أرسل إليك كلمته ليس لك عذر إن لم تقرأها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر